اشتركوا في القناة النهاردة ان شاء الله دكور محمد يتكلم عن مساء الخير عليكم جميعا يارب تكونوا كلكم بخير ويارب تكون الصوت واضح والصورة واضحة معاكم نكملين السلسلة بتاعتنا بتاعت بيدياتري كارديولوجيويل انا دكتور محمد رفتاح مدرس طب الاطفال وحديث الولادة وستشار قلب الاطفال في مستشفىات جامعة القهار احنا نكملين في البيدياتري كارديولوجيويلز وزي ما كنا متفقين ان احنا تلاتة موديولز موديول الاميرجنسي والحمد الله خلصناه موديول واحنا اتكلمنا على ودلوقتي بنتكلم على موديول وكنا اتكلمنا عن قبل كده عن حلقة اسمها المرة دي احنا بنتكلم عن حلقة تانية اسمها هنتكلم عن وهنستخدمها ازاي المحاضرة دي ان شاء الله هتكون على جزئين الجزء الاولين النهاردة والجزء البعدي هيكون السبوع اللي بعده الجزء الاولين هيكون هو ازاي نتعامل الجزء اللي بعدي هيكون ازاي بنطبق بقى من الحياة بتاعتنا كشغل اي سيو بحيث ان انا شغال اي سيو وشغال كارديولوجي فالموضوع هيكون فيه كتير هنعمل ايه مع اول حاجة ان احنا لازم انت هتستخدم ايه وده من خلال ان انت تبقى عارف العيان ده عنده ايه مضروب فانت من اختلال هتحدد العيان بتاعه فين وبعد كده هتحدد الحاجة اللي تعالج لك ده والمفروض ان انت وانت بتشتغل على الانوتروبس لازم تشوف سواء العام بيتحسن او ما بيتحسنش والمفروض ان انت على حسب الافكت توصل للجرعة اللي انت عايزها تكون متزبطة معاك ومجرد ما تكون وصلت للنقطة اللي انت عايزها دي المفروض ان انت تبدأ تقلل في الانوتروبس دي وامت توقف لما العيان تلاقيه وصل لنقطة سابتة حتى وانت كمان بتسحب الانوتروبس بتاعتك لما العيان يكون هيمو ديناوكس تاعته كويسة تستقمن ان انت هتبقى موقف الانوتروبس انت كده نجحت نجاح تام في التعامل مع العيان من حيث استخدام الانوتروبس وانت بتتعامل مع الانوتروبس لازم تبقى عارف تلات حاجات اول حاجة بتاعتنا تاني حاجة الفلسفة بتاعتنا تاني حاجة اللي احنا هنتكلم فيه في الحلقة الجاية ان شاء الله هو بتاعت الاستخدامات دي هنجيب عنه هنت المرة دي ولكن هنتكلم عنه بعد كده فيما بعد اول حاجة تاعت الانوتروبس ناس كتير عارفة الانوتروبس نستخدمها لما يكون العيان في حالة مستدعية ان انت تحسن له خلينا نفتكر ان احنا عندنا في حاجة اسمها ده هو المفروض ان ده اللي بيطلع من علشان يطلع واللي حضر مننا المحاضرة اللي فاتت كان فاكر ان هو كان عبارة عن حاجتين لما نضربهم في وبعد هيدونا الكارديك اوتبوت. والكارديك اوتبوت لما كان بيتدير في كان بيديني بتاعنا. فهنا العيان بالنسبة له حاجة حيوية جدا 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 جدا. معتمد على ايه? معتمد على كمية الدم اللي داخل القلب. حتتضخ قد ايه? عاملة ازاي? عشان كده هي معتمدة اعتماد كلي على العيان لو بيدخلوا دم كويس في الفنتر كيه اللي هي كونتراكت كويس. لو العيان مش بيخدش له دم كويس مش هي كونتراكت كويس. وطبعا لو العيان بقى عنده مشكلة في الكنتراكتيليتي. الكنتراكتيليتي بتاعته هتبقى منتأسرة وبالتالي الكارديك اوتبوت بتاعة هيتأسر عشان بتاع هيتأسر. الجزء ده اتكلمنا عنه نسبيا في حلقة الهينو ديناميكس لما اتكلمنا عن حاجة اسمها ده تغيرات مع العيان اللي هو عنده اه مشكلة في بتاعه. بمعنى ايه? ان العيان اللي يكون عنده اكتر من عشرة في المية ده اسمه ده اللي هيتأثر بالفليود وهيستجيب بالفليود وده ما عداش اللي اللي هو الدنيا ما عددش اكتر من اتنين واتنين. بينما العيان لو اقل من عشرة في المية ده اللي اسمه فليود نوت رسبونسف. احنا هنا كلمة الاسب في دي بتتقاس من خلال الايكون زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت ولكن انت ممكن تحسها من غير الايكون. عن طريق انت بتجرب اول مرة شوك ثرابي اللي هي تين سي سي بيركي جي وانس او توايس ونشوف بتاعنا هيكون عامل ازاي? هل العيان هيتحسن كهارتريت ولا كبرفيوجن ولا مش هحصل له اي تحسن. نشوف بقى الجزئية دي. بنفكر بيها مع بعض ان احنا عندنا اجموع التعريفات كنا جبنا سارتها في الحتة بتاعت الهيمو ديناميكس هو الدم اللي البناء ادم بيدخل له او بيدخل للقلب من خلال واللي ده اللي بيدخل ليه الرايت سايد. هو الدم اللي بيطلع اجنزة الريزيستنس او رزيستنس تطلع اجنزة الدم. وطبعا اشهر هي هي كفاءة القلب انه هو يتمدد بالدم. هي كفاءة القلب انه يضخ الدم. والستروك فوليوم زي ما اتفقنا هو الكمية اللي بتطلع. هو القصة بتاعت الستروك فوليوم والهارد ريت كارديج عزبوط هو في دقيقة. عشان بقى تعرف تتعامل مع الانوتروبس. لازم تحدد انت عايز ايه? هل انت عايز تعمل ولا عايز تعمل طبعا فاصل دلاتيشن ده هنستخدمه بس فين متأخر مش دلوقتي. وفي حاجات بتستخدم في علاج المشاكل اللي هي فيها افتر لود عالي. خلينا نعرف ان احنا عندنا زونز بتستخدم نستخدمها ليه الادوية اللي بتعملي اشهر هو النور ادرينالين بس نور ادرينالين بيشتغل قوي. ولكن فيها ادوية زيه. زي الفازو بريسن والفناليفرين. الفازو بريسن اه بنستخدمه في الريزيستنت شوك. الفناليفرين نادرا ما بنستخدمه انه مش متاح. هي الحاجة اللي بتزود لي بتاعت الهارت. فاحنا عندنا الادرينالين ممكن يعمل كده. الدوبامين ممكن يعمل كده. الدوبيوتامين برضو بيعمل كده. بس الدوبيوتامين بيعمل كمان ايه? بيعمل معي. مش زيه بالزبط بس بيعمل بس بيعمل أقوى. بيشتغل وبالموناري كمان. واللي حضر معنا بحضرة البالموناري كنا جبنا سيرة في الاستخدام. دي مقدمة للمواضيع دي. لايه الاستخدام بتاعت القلب. في تأسيمة اوقع. وخالة الناس دي بقى عارفة استخدام ايه? او تاعت الادواء بيسموها بقى كان عندنا فيه وده اللي كان فيذائد الكترك تلندى. فيه قال الهاستخدام بيزائد. بتزاید الذي بيعمل فيه ده اللي كان بيقلل لي الفاسكلار في عندنا إي نوديليتر. إي نوديليتر ده اللي كان بيزاید الكونتراك تلند. وكمان بيقلل ل المramentونا بيعمل واخيرا في دوا اسمه ده اللي كان بيخلي تملى احسن. بس ده استخدامه في حالات قليلة جدا. العينين عندهم وطبعا اغلب العينين اللي بيجي لنا عندهم مشكلة سواء نازبوا عندها عشان كده الميرتيرانون يعني صحوص دوتو بترتبع الايام دي بس مشكلته في بتاعته وفي سعره والافيلابيلتي بتاعته. عشان كده الناس ما بتستخدموش كتير ولو ان في دكاترة كارديولوجي كتير بتفضلوا عن انوتروبس كتير. كان زمان الدوبيوتامين هو الاساس بس دلوقتي بسبب برضو والغيبوتينشن اللي بيعملو والاريزمال اللي بتطلع معاه ما بقيتش الناس بتحبه او. يظل الدوبامين هو الدواء آآ رقم واحد في المتاح عندك. عشان زي ما قلنا مش متاح عند كل الناس. بس وانسو اتيح. فهو دواء كويس بشرط. هنتكلم عن الشرط ده. فيما بعد احنا نتكلم عن الفلوسوفي بتاعة الانوتروبس. لفد هنا لازم نبقى عارفين ان احنا فيه لكل حاجة حاجتها. عيان اللي انت عايز تديله حاجة تزود للكونتراكتيليتي استخدم له اينوتروب. الحاجة اللي انت عايز ترفع ضغط العيان استخدامه. العيان ضغطه عالي وانت عايز تحسن بتاعته. هطلو حاجة من او هطلو حاجة من لو كان العيان ده عنده طبعا دي مجموعة من العملت علشان تجمع تاعة الادوية زي الايبنافرين والدوبامين والفازبريسل والميلرينون والليفوثيمندام والنيتروبريسلوب نفتكر كده حاجات من الفرمكولوجيا ان احنا كان عندنا في الفا وبيتا في الفا وان والفا تو على البلاث فسلس في بيتا وان وبيتا تو موجودين بيتا وان موجودة جوه الهارت جوه جوه على ده وفي حاجات تشغل على ده طبعا الارقام كلكم عارفينها موضوع ان الدوبامين جرعاته المختلفة اللي هي لحد عشر او خمستاشر والدوبيوتامين والادرينالين والنورادرينالين وكبعا كلنا عارفين الكلام ده. الدوزز قلنا كنا بنحسابها ازاي برضا كنا قلنا الحتة دي في الحلقة بتاعة الانتروبز تاعة النيونيتس. كنا قلنا ان الدوز بنضربها في الوزن في اربعة وعشرين في ستين ونقسم على اربعين الف نفس الكلام بقى ونقسم على اتناشر الف وخمسمية والكلام ده وكان في ناس طلعت شورتكات اللي هي اربعة وعشرين في ستين على الف واعتزبط الارقام وكنا جبنا سيرة الكلام ده. طبعا الحاجات دي الناس تحفظها زي ما هي كده وتستخدمها بالشورتكات بتاعتنا علشان تستخدمها وقت الاستخدام. لحد هنا الدنيا سهلة ولا مش واضحة? اللي عايز الاستاذ عايز الاستاذ القرآت? ممكن البيفيوس سلايدي دكتور? اللي عابل دي على تول. اللي فيها الدوز اصلا? او. دي ولا اللي عابلها? لا لا. اللي قابل دي. اي اي هو دين? عمدا جده كده احنا كلها بيديها لكم يعني فاااااا ارض ممكن ان كلكم تراجعوه تانا. طبعا. لحد هنا الدنيا سهلة ان الجزء اللي جاي ده جزء معتمد اعتماد كبير على حلقة المرة اللي فاتت. احنا واحنا منستخدم لازم تسأل نفسك مجموعة اسئلة. انا هدي الانتروبس دي ليه? العيان ده محتاج ارفع له البيض ولا العيان ده محتاج ان انا احسني ولا العيان ده انا محتاج ولا العيان ده عند كله مع بعضه ولا العيان ده جيد انا مش عارف اعمل له ايه وانا بحاول ان احسن الدنيا علشان لحد ما اخد اكسب وقت اشخص بالعيان ولا ايه بالزبط? مجموعة حاجات انت لازم تبقى عارفها وبتستخدمها علشان تحدد استخدامك لالادوية اللي تلعب على الهارت. لازم تبقى عارف الضغط لازم تبقى عارف العيان مركب لازم تبقى عارف بتاعك. اه ولازم كمان تبقى عارف اللاكتيت او تبقى عارف بديله اللي هو بتاعه. وفي حاجات بقى لو هي متاحة عندك من خلال اه الكارديومتري تقدر تحدد. يعني دول تقدر تجيبهم لوحدة مش محتاجين. اللاكتيت ممكن نستيضع عنها بالترند بتاع البايكارب. كل ما البايكارب يكون بينزل. وانت على نفس الوضع ده طب معناها ان اللاكتيت بيزيد. بينما الكارديك اندكس دي ما تقدرش تحسبها الا من خلال مجموعة حسابات معقدة تقعد بتحسب فيها بقى من خلال بتاعك وكده. فاحنا ما بنحسبهاش ده العيان ده عنده معقول بالرغم ان بتاعه قليل. وعلشان كده تبقى عارف العيان مركب لازم تبقى عارف بتاعك. آآ ولازم كمان تبقى عارف اللاكتيت. او تبقى عارف بديله. اللي هو بتاعه. وفي حاجات بقى لو هي متاحة عندك من خلال آآ الكارديومتري تقدر تحدد. يعني دول تقدر تجيبهم لوحدك مش محتاجين. اللاكتيت ممكن نستيضع عنها بالترند بتاع البايكارب. وانت على نفس الوضع ده طب معناها اللاكتيت بيزيد. معناها الكارديك اندكس دي ما تقدرش تحسبها الا من خلال مجموعة حسابات معقدة تقعد تحسب فيها بقى من خلال الهارد تريت والآ بتاعك وكده. فاحنا ما بنحسبهاش ده والعيان ده عنده معقول بالرغم ان بتاعه قليل. وعلشان كده الايكون ظهر كان طفرة علمية غير طبيعية لانه هو جاوب اسئلة كتير واحنا بنتعامل مع العيانين دول. نيجي هنا بقى وتعالوا نركز مع بعض في الجزئية دي لان الجزئية دي مهمة جدا جدا جدا. احنا دلوقتي عندنا بييجي من ويخش جوة تركاز بتفالف اللي ورية ده. ويطلع من يواجه البالموناري وكذلك البالموناري يخش جوة يعد من خلال المايتر الفالف الاصفر ده. ولو العيان في مشكلة هيبقى عنده او شك. طيب انا لو العيان عنده قليل او اللي هو بيسموه قليل. بالتابعية العيان ده هيكون شوكد ولو هو شوكد عنده عالي والعيان عنده تاكيكارديا لو احنا بالمنظر ده. ده العيان ده عنده انهي نوع من ايبقى على تمام? هنا دي جزء سهل وبسيط بنسخم بيه. طيب تعالى بقى نشوف ان لو العيان عنده عالي. يعني اللي هو بتاعي عالي. كمان لو هو العيان عنده عالية. سواء دي او دي. الاتنين هيبقى معهم بالتابعية مش في احسن احوال. بالذات لو كانت المشكلة ان اللي عالية. فالعيان ساعتها هيكون عنده عاليين. وبالتالي العيان ده هيكون عنده الراجع في كتير. طيب لو العيان عنده عالي بعضه هيتعب. حتى دي حبنا بس نعرف نعرف الناس بيه علشان اللي جاي بعد كده. لو عيان عنده هي اللي عالية بالتابعية هيكون عالي. وفي نفس الوقت اللي بأماننا هيكون عالي. وبالتالي العيان ده مش هيجيلنا دم في اللفت فالتالي العيان ده هيكون شجد وهيبو برفيوز. طب احنا عايزين نترجم الكلام ده بحاجة على العيان. العيان اللي عنده بتاعه عالي هتلاقي ان هو عنده عالي وفاكرين الدي اي والسي اي دول كنو ايه? نعم انا بقول احنا انا بقول الكلام ده في غياب الكارديومتري. احنا بنتعامل بادينا لسه مش معانا التكنولوجيا. ايوة بالزبط كده. كان اي بقى امتى بنستخدم دي امتى بنستخدم دي? لأ الكلام في العيان اللي مش والدستنسبليتي اندكس للعيان في اندليتد. تمام? فاحنا العيان لما يكون عنده عالية او عالي او بتاعه عالي ده العيان ده يكون عنده ده معناه ان العيان ده عنده مليان دم. طيب انا ممكن اعرفها ازاي انها عالية من خلال الايكو. هلاقي العيان ده عنده تركاز بترجيرج. هتلاقيه عالي. طيب البلومنوري فيها ده هعرف مين انه قليل. يعني عرف ان الدم اللي راجع من اللونج قليل. ازاي بقى? حد يعرف? ايوة عارفها ازاي اه على العيان. الحاجات دي انا بقولك دي ساينز احنا نعرف على العيان. بتقول ازا عنده. بور بور فيوجين ده موجود في كل انواع الشوك. احنا دولات عايزين ده. العيان عنده مليان وعطلان ما بيجيولوش دم. لو عملت اكس راي يا لها العيان ده. علشان مفيش دم بيفلو جوا اللونج. بالزبط زي ما الدكتورة اسمها قالت كده عمل اكس راي. ده معناها ان الدم ما بيرجعش من الرئة كتير. تمام? في قدامه وخلاص. تمام? وبالتالي ده يخلي العيان زي ما قلنا في اللي فاتت. هنا الحل في العيان ده يكون ايه? هل العيان ده هستفيد ان انا زود بتاعة بالزبط كده حدي حاجات تقلل او قدي حاجات تمشيل الدم بسرعة كده. حاجة هتعمل اللي هو اللي احنا قلنا عليه من شوية. بس بشرط ان العيان ده ضغطه يتزبط. ليه? الادواء اللي انت هتديها وتعمل هنا هتفتح هنا كمان. الناحية فتخليلك عاملة ازاي? تقع. ده ما تقع ده خلي العيان ده كده انت مخلطوش فانت لازم ترفع عن طريق انك ترفع قد تعارف ايه ده? ده هو الفرق ما بين السسطول والداستول. تمام? احنا بمفروض ان انت ترفع السسطول وترفع العشان بتاعك يبقى متزبط. طيب ده كان لو احنا كان عندنا الناحية اليمين هي اللي فيها مشكلة. طبعا من ضمن الحاجات اللي انت نازم تشوفها هي طيب. نبص على الفزورة دي بقى. ازاي حرفعو? او نشوف واحدة بقى ايه? مسلا لو تفضلت مسلا وده قل للفلموني وبنسبة قل للسسطول. بحدي ده وحدي فازو بروس اه. موضع اللي حنقوله بقى في الحتة الاخيرة واللي هيتبقى بداية الحلقة التالتة ان شاء الله. نشوف الكلام هنا في العيان ده. عيان عنده عالية. عالية قوي. لدرجة ان هي بتزود الريزستنس جوه هنا العيان ده هيكون الدم ماشي الى حد كبير. ماشي كويس جوه وبالتالي قليلة وبالتالي كمان قليلة. ده لو على حاله لسه سليم ما حصلش في ايه مشكلة. بقى لما يبدأ يحصل في مشكلة ويبقى تبدأ تحصل مشاكل تانية. اول حاجة ان يحصل في ايه? هيبدأ يعلم. ولما يزيد ده هيزود جوه 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 وبالتالي ده هيزود لي في الاخر وبالتالي هيبوز وبالتالي كمان الكلام ده بيحصل في نوعية معينة من الناس هنقول لهم بعد شوية. لكن لو العيان كان عنده اللي هو اللي بايز من الاول. عيانا عنده كارديومايوبا فيه مسلا. هيحصل الكلام ده بس في نفس الوقت بتاعتك مش هتزيد. طب انا هعرف دي اخبارها ازاي? عالية ولا مش عالية من خلال ايه? الضغط عايزيني. بالزبط كده. بالزبط زي ما كل الدكاترة قالت كده. طيب احنا بقى دول هي نتاج الى حد كبير واحدة. بس في نفس الوقت فيه فرق جوهاري ما بين الاتنين. الاولاني اللي بتاعنا هو اللي مضروب. التاني المشكلة دي. الاولاني ده العيانين اللي عندهم كارديومايوبا فيه. العيان اللي عنده فيه مشكلة. انما العياني الاخير ده اللي عنده عالية وعالية اوة وبالتابعها ببعض الباقيين. ده الاكزامبل ده بنشوفه في عيانين مين? ده انا و بس احنا عايزين حاجة اكسر شيوعا. فيرال مايوكاردائز? نو. فيرال مايوكاردائز هي بقى زي اللي فوق برضه. الكلد شوك هتبقى فيها هايبوتنشن. والكلد شوك بيبقى العيان معندوش اسمك أصلا ده بتبقى خلاص. آآ بقى كابيلر كابيلر جساعته بقت آآ العيان اللي عنده مشكلة هايبقى ضغطه عالي وضغطه العالي ده هيأثر على كل السكة دي. بالذات بقى لو كان هو ما بيتعليكش كويس وبدأ بتاعه يتعب بسبب الضغط العالي اللي عنده ده. تمام? الدنيا حلوة كده ولا مع اسلاجة? آآ تمام يا دكتور. كده فهمنا. هيمو دايناميكس تطبيق تطبيقته بالمرة اللي فاتت مع المرة دي? هاي يا جماعة? ايوة. ايوة تمام يا دكتور. طيب. تمامي وتشتبقي. لقى العيان عنده بتاعته واقعة. وكمان بتاعه بالتبعية عيبقى عامل ازاي? هيقل. تمام? فالحياتها دي برضو لازم نبقى عارفين عارفينها ولازم نبقى عاملين حسابنا ما احنا بنستخدم آآ ادوية بتاعنا. طيب. طبعا الكلام ده لو احنا بنشتغل بادينا. وانا فضلت يعني في الشغل بالطريقة دي لحد سنة الفين وستاشر. دخل عندنا المستشفى في سنة الفين وستاشر. الصيحة الجديدة من التعامل مع حالات الاي سيو. الاي كون هنا. هيجيب لك هو وهيجيب لك الكاردياك او التبوت. وهيجيب لك الثراسك في الاوت كونتنت. الاي كون ده هو اللي بيحسب لك الكاردياك اندكس. وكمان هيجيب لك ممكن كمان يجيب لك حاجة اسمها استروك فوليوم. احنا ممكن دي نعملها مكان الاستي اار دي. استي اار دي استوليك تايم ريشيو. دي بتبقى حاجة على بس احنا ما نستخدمهاش كتير. بس ونشيل الاي كون دي نحط مكانها الكاردياك اندكس. واحيانا الكاردياك برفورمانس اندكس. احنا ليه همنا? في الجهاز الاي كون. هيه الاستروك فوليوم. والكارديك اوتبوت. والفراسك في كونتنت. والحاجة اللي هما مش كاتبانها اللي هي. اللي هي. بنرجع على الاي كون عشان نقول اللي احنا قلناه المرة اللي فهدت. ده بيبقين لي بتاعتنا. الكاردياك اندكس ده بيشوف الكونسومشن مع الكونتراكتيليتي. ده بيشوف لك محتوى اللي موجودة جوا الثوركس وده علشان نقول لك ازا كان العيان ده عنده اوبرلود ولا لأ. ده عشان يشوف ازا كان هنا بحالتها ولا مش بحالتها. علشان تقدر تحدد انت هتستخدم انهي نوع من انواع الادوية اللي احنا جيبنا سريتها من شوية. واخيرا هي ده اللي هو بيشوف لك ازا كان العيان ده ولا انت لو لقيت ان العيان عنده او ستوري بتاعتك عالية ده العيان ده لو لقيت ان العيان عنده بتاعتك قليلة ده العيان ده بتاعته مريحة شويتين وبالتالي انت هتحتاج قبل ما تدي اي حاجة تاني. لو لقيت ان العيان عنده بتاعتنا عالية والكارديك او دول قليل هنا العيان ده هستفيد استفادة كبيرة جدا جدا من الرينون ومش هتحتاج معها لو انت لقيت ان العيان عنده بتاعتنا اا معقولة وزين نورمل او قليلة حتى والكارديك اندكس بتاعنا قليل او الكارديك او دول بتاعها قليل او بتاعها قليل هنا هتديله الانوتروبس اللي هي الميلرينون ومعها فازوبريستر. الحتة دي واضحة ولا مش واضحة. معلش دكتور محمد يعني اكتر من عشرة اا هيبقى رسفونس للفليود واقل من عشرة بور رسفونس مش عارفة مش عارفة القطة كويسة. هو المفروض بيطلع ارقاه. نعم هو لو اينا بتاعتنا دي كبيرة مع عدية فرق عشرة في المية ما بين الاولاني والتاني ما يعني ما بين الاولانية اللي هي اليمين والاولانية اللي هي الشاملة هو بيعد يتنطط كده. ساعتها احنا بنقول ان العين كده. وتسهيلا علينا احنا دايما في ارايات الايكون ما بنقولش ارقام. احنا عندنا لو شايفين السهم النص الحتة اللي في النص ديه نورمان. هنا القليل وهنا الكتير. اللي بيعدي هنا ده خلاص يبقى عالي. هو ده يبقى المعدل عشر في المية ده هو العالي. هنا ده اللي العشر في المية. اللي معدي طبعا هي مش مكتوبة هنا. بس لو بتاعياتنا عالية تعرف ان العين ده هيستجيب وليلة. يبقى العين ده مش هيستجيب. الجزء بس اللي عايزين نوضحه للناس هي حتة التطبيق والكاردياك او الاستروك فوليم. لو عالية والعين كاردياك قدود بتاع وليل ده العين ده هيحتاج زي مين زي الميلرينون. لو العين عنده وحشة. والسيستاميك فاسكولار رزيسنس بتاعتنا مش عالية قوي. العين ده هتحتاج ان انت تدي وتدي معاه ميلرينون كمان عشان ترفع سيستاميك فاسكولار رزيسنس شوية وتدي معاها ميلرينون بعد كده علشان ما توقعش. السيستاميك فاسكولار رزيسنس فالعين يبقى ده توضيح الحتة اللي فتت. من خلال قريات بقى. عندنا حاجات بنركبها مع بعض. السيستاميك فاسكولار رزيسنس والكاردياك انديكس والساتوريشن اللي هو بالسي في بي. والبلمونري ارتري بروشر. ما الناس جاوبة. احنا ليه يهمنا? دي ودي ودي ودي. طبق بقى الحاجات مع بعضها. ناخدها واحدة واحدة. العيان اللي عنده كارديوجينيك شوك كده. مشكلته فين? خلينا نتفاعل كده. العيان الكارديوجينيك شوك ده مشكلته فين? في الكونتراكتيليتي. حل. في الكونتراكتيليتي اما في الكونتراكتيليتي كمصل. اما في الفيلنج اصلا من الاول الدنيا بايزة. حواليه حاجة بوازة الدنيا زي العيان اللي عنده اه او عيان عنده او عيان عنده ماسف نيومو بريكارديا. تمام? العيان ده السيستاميك فاسكولار رزيسنس بتاعته هتبقى عالية ولا هتبقى قليلة? مفروض قليلة. ليه? اهو الهورت مريح يعني ما. لا المفروض بقى عالية علشان تكمبنسيت. يعني لو لسه قادر يامي كومبنسيشن. ماشي. حلو. وحاجة كمان. انا لو قافل السكة من بره. انا زنق الدنيا. فمزود الريزيستنس اصلا. بالزبط. تمام? فده سبب. العيان ادي حاجة. العيان ده هيكون عنده الكاردياك انديكس بتاعه كويس ولا واقع? ايو لي يبقى نيرلي نورمال او لونورمال. قاعدين مع هيبقى واقع قوي. هيبقى واقع. تمام? طيب بتاعنا هيبقى اخباره ايه? مش حلو. بالزبط. والسي في بي هتبقى عاملة ازاي? عيلي. بالزبط. هيبقى تبقى عيلي. وبالتالي العيان لما يكون عندنا عالية وحشة. تعرف ان العيان ده ماشي بسكة ان هو يكون ايه? عنده مشكلة معطلة دم جوالقلب. طب لأ اولا هنا العيان عنده بتاعته قليلة. والكاردياك انديكس بتاعه يدوب على الحركرك. والسنترال بتاعه الى حد كبير قليل. هنا العيان العيان عنده الدم ماشي سالك بس في نفس الوقت مسحوب. ده بالنعيف العيان اللي هما شوك. اشهر شوك هما مين? في يعني غير الالرجك. الالرجك ده يعني ايه ما بيشوكوش. يعني ما. بالزبط كده. اهم حاجة عنده هي السبتك شوك. طيب لوقيت ان العيان عنده ايه? كل حاجة واعة. وحشة. والسي في بي قليلة. بس على الهاي نورميل. ده العيان ده ماشي مع ايه? لا. ماشي مع الهايبوغوليميا. لان هو الكارديك انديكس قليل والسي في بي كمان قليلا. يعني كأنه مفيش دم اصلا داخل الهارت. بس انا ما عنديش مشكلة في الكنتراكتير دي. هاكيد هو هيحاول يعوض على قد ما يقدر طالما هو كويس. ساعة? هحاول يعوض اه بس هنا على فكرة مش معتمد على الكنتراكتير دي بس. نعم معتمد ده كمان على الاكسشن كونسومشن. اه تمام. طبعا الان بس فيه الانيميا. هيبقى الاكسشن كونسومشن بتاع قليل كمان. هم. طبعا? طيب. دي يعني اللي حابب الصفصاتة. دي حنلمي الدنيا شوية. نفس الكلام اللي احنا هناك. كارديك او دبوت هبقى عامل ايه مع اربع انواع من الشوك? والسيسيميك نفس الكلام. والكونفينشنال اياسات بتاعة البريلود. والاس بي فيزا متفانة او البلس بروشار فاريش. هنا بنا نركز فيها شوية. في العيان مسلا اللي هو زي شوك. العيان ده الكارديك او دبوت بتاعه هيكون لان هو على حسب العيان ده هو ولكن هتلاقي ان عنده على طول الخطة قليلة. وطبعا العيان ده بتاعته على طول قليلة. على العكس عيان زي الكارديك شوك او الابستراكتف شوك. الاتنين دول عندهم ايه? عندهم عالية والسي في بي كمان عالية. والكونتراكتليتي بتاعتهم قليلة. بس الكارديك شوك فاولها انت ممكن تدي العيان ده يكون عنده مشكلة في الكونتراكتليتي وكمان هو سيفير اناميا. لو اديته دم هتلاقي ان الدنيا بتتحس. تمام? وساعتها ده العيان ده ممكن يفرقوا عن العيان اللي عنده ابستراكشن. ابستراكشن ده ده عيان مزنوق. يعني محتاج حل ان يفك الابستراكشن ده. برضو هنا اللي حابب يختصر بقى. الجزء الاخير من الكلام بتاعنا في المحاضرة دي هي تحت استخدام الانتروبس. دي. حتكون. مثال نفس الحالة بس التلاتة. طبعا ده مثال واحد واحنا بنتكلم في حلقة جاية ان شاء الله عن الامثلة بالتفصيل بقى. ولد خمس سنين جاي اي هو عنده جاي بجاس انترايتس بتاع مية وتلاتين بتاعنا مية ستين. رسبات بتاعنا اربعين والتين بريتش بتاعتنا سبعة وتلاتين وتمانية من عشر. وبعد عنده اللي هو داخل علشان هم شايفين انه هو شكت. اسنا ستيفي بيكات اربعة. الاي في سي بالسونار كان كونجستد والباد بيشار زي ما هو. البومين واحد. داعيان ده هنديلو ايه? هنديلو البومين. على طول كده? فيدي مفيش البومين عندك في الطوارئ. هنديلو فليود. هنديلو فليود لحد ما اهو. اي فليود? اي لا اعاكيد ملح. هنديلو شوك كثيرا. تمام? اللي هو الصلاحين. الالبومين بقى ايه سواء جملية جديدة. هلها ادي كده? او انا اول حاجة لازم شوف اليورن الاودود بتاعنا. ايه ده بيجيب يورن ولا بيجيبش يورن. ليه? ما هو القلبي مين هيخيه? لو يعني هو مفروض ان احد دي ورادة يوريتكس فمفروض ان هو هيزود اليورن اوتبوت. ايه علشان ما ما عملوش. خلي بالك لازم اش هو طبيعي في العيان اللي عنده نفرطك ده اليورن بتاعه بيبقى عادي ولا قليل? بيبقى قليل. ولكن في بعض الناس بيبقى عندهم شيورن اتبوت اصل. تمام? ممكن يبقى قاطع يورن خالص. اللي بيسأل ليه العيان هنا بيبقى كونجستد بسبب الوحشة اللي عنده. بسبب الاسايتس. فبيبقى ان هو تمام? دورة. مع اي حاجة بقى اي اي فليوت كونليكشن يا. هنا العيان اللي عنده اا اا ما عندوش يورن او بود ده. هياخد الابومين ولا مش هياخده? اا همو اعمل اولا دي له اا فليوتز علشان اشوفه هيجيب يورن ولا لأ? لان اكيد مش هينفع تديله قلبي من غير ما يكون بيجيب يورن. الله ينور عليك. انا لازم الاولة تست موضوع اليورن ابتبوت ده. وهنا العيان ده عنده انهي نوع من الواقع الشك ما بتايا كده? الله ينور عليك. ده وبالتالي انا العيان ده لما بدي له الحاجة بديها له واحدة واحدة. بدي الشك ثرة بالاول. ليت العيان بدأ يجيب يورن? ممكن ادي له الابومين ده مخفف بعد كده. بتركيز خمسة في المية يعني. بدل ما بنيديه تركيز عشرين زي ما هو بيطبعه. طيب. ده هنا بيعقضنا ليه الالجوريثم بتاع العيانين اللي هما عندهم هايبوفولامك شوك زي ما اتفقنا ان انت بتشوف العيان ده اا بيتحسن على الفليوود ولا ما بتحسنش. المفوض ان انت تبدأ تجرب. طبعا الصورة دي قديمة شوية ايام ما كانت بعشرين دلوقتي هي انت عارفين انها بعت عشرة. بقول مفوض ان انت بتكرر. فيه ناس على فكرة لسه لحد دلوقتي يماشي بسكة العشرين ده. بس هو ما دلوقتي قاله عشرة علشان عشرة هي الاضمن علشان العيان ما يخشش منك. طبعا لو لقيت ان انت وانت بتدي الحاجات دي العيان دخل منك في ساعات انت العيان ده بتفكر ان هو يكون عنده حاجة تانية مع الهايبوفوليميا. بالذات اللي هم العيانين اللي يكون عندهم وجايب هايبوفوليميك شوك. مش عاية هالعيان ده لازم تعملو سيفي بي علشان تيسلو سيفي بي يعني علشان تشوف العيان ده هيحتاج حاجة تانية مع الفوليوم اللي انت اديته ده ولا لأ? وطبعا المفروض ان انت تشوف بعد كده بتاعنا السيفي بي بتتحسن ولا لأ? وشوف العيان ده بعمل ازاي? طبعا ده كل دي الحلقة الجاية ان شاء الله هيبقى فيه عن الحالات. تمام? نفس العيان. بس نخلي بالنا الفرق ان العيان جاء لنا هارتنا مئة وخمسسين. البلات برشرة بتاعنا تمانين على خمسين ونفس درجة الحرارة. بتاعتنا تسعة. برضو كونجستد. بلات برشرة زي ما هو. والبومين نواحد. الناس فكرت بنفس المنظر وراحت ميدقي برضو شوك الثرابي. هنا الكلام ده صح او ده مش صح? دي دي دكتور عالي فرقا ده كونجستد. بالزبط كده. العيان ده كونجستد. وبالتالي لو ديه شوك الثرابي بقى انا بديله حاجة مش صح. هندي البومين ولا مش هندي? هندي اكيد بس نشوف برضو نفس الفكرة. بالزبط كده. بس العيان بيجيب يورن اوتبوت ممكن نديله. بس هنا هنا بقى ما فيش فصل هتديله اللي هو البومين بشويش جدا. مش بس لوحده. طب لو ما بجيبش يورن اوتبوت دي جريمة لو انت اديته البومين بقى في الحالة دي. العيان ده وانت بتديله الكلام ده لازم بتديله انو دايليترس. ليه? العيان ده مشكلته فين? العيان ده كونجستد اصلا. ويه كمان? والسركيلوشة بتاعت واقع هناك مفيش اصلا كارديك اوتبوت كويس. فلازم ساعد الهارت شوية ان هو ايه طب ما هتديله ما هتديله عادية. ليه ده العيان ده بالزات هتديله انو دايليترس? علشان يعمل لي بريفر الفازو دايليتيشن وبوزد انتروبس على الهارت. طب ليه ما ليه ما اعملش بوزد انتروبس بس? هزود الريمان بلوت فلو. ماشي. هدي حاجة. هزود الفازو دايليتيشن في اله. هزود الجي اف ار في الفازو دايليتيشن في. بالزبط. العيان ده عنده انهي من هو. الهارتغير. اسميه؟ الصف. لا ولا بطوق تير ذي السلبوت فالله فيها? الكارديجينيك. MURắc 교عي?ها بيط normally ان نعمل الجي ا accused دي كارديجينيك. دي Insurance twoésرب乳. بيط وحالي في كرديجينيك.ا دي الف players دي زي žeةو ذي عالي في كارديجينيك ولا هيبقى في السبتك شوق عالي. بالظبط كده. دي قيمة بقى ايه الجدولين اللي احنا جبناهم دون. لو رتبنا دماغنا كل عيان شكر. فردين الجدول ده قدامنا. اشوف العيان ده عنده ايه عالي. وعنده ايه واطي. هوب العيان ده كده عيفنا عنده ايه. عيان سيفي بي عالية. وهارتل بتاعه مع الفيفر اللي عنده. والباتبرشر بتاعنا على القليل. ده العيان ده ماشي في هنا العيان ده هيحتاج يديله الابومين عشان ينفخش شوية. ودي انه ده يزقل الابومين ده. يبقى انا استفدت من من ناحية فتحت البلاط فتحت البلاط فتسلس عشان تماشي الابومين ده. وكمان فتحت البلاط فتسلس بتاعتكدني عشان تحسن لي عشان العيان ده ما يقطعش يورن مني بسبب ايه? آآ فوزو المشكلة اللي عندنا في العيان ده. ده خليه في حظه. يعني هو حظه ان هو عنده مشكلة دخل فيها في يعني مش هنسأل ليه? ممكن يكون عنده مع النفروتك يعني. طب ومش ممكن لما تديه برضو للضغط طيوع عقلت ام هو واقع? برافو عليك. الله ينهر عليك. احنا لو بصنا بقى هتلاقي ان ان كان ناقصة نايسها حاجة. عيان ده. وانت بتديله انه لازم تبقى حسب ضغطة. طبعا هو تبانين خمسين ده ضغط مش واقع. ممكن تدي وممكن تديله يا ده بجرعة صغيرة كده من ترفع عليك آآ تخلي تشتغل من غير اي هو مين اللي كان قال بس من موضوع ده عشان نشوف ده نشكره عنه مصح صح معنا. انا برافو عليك تسلا. شكرا 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 انا دكتور عمر. ايو 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 انا انا بيرد على اغلب الكوزش. هنا دي الكارتجينك شوك. الكارتجينك شوك لو ببص انيش المانجمند بتاعتها ادي برضو. وبص على العيان ده هو عنده كارتجينك شوك ليه? اللي بيسأل بدخل في كارتجينك شوك ليه? دور. العيان ده ممكن يكون عنده اريثمي. ممكن يكون العيان ده عنده آآ مشكلة جوه الريثم بتاعته في الالكتريزة بتاعت القلب. ممكن يكون عنده استراكشرا الهرتجينزيز واحنا مكناش عارفين. وجالوا لنفروتك عليه وحصلت مشاكل منه. تمام? وعدا ما نزبط الكلام ده شوف بقى العيان ده يحتاج ازاي. زي ما اتفقنا قلنا ان انو ديليتور لو العيان ده عنده بتاعنا عالي شوية انو ديليتور هيبقى بالنسبة له مفيدة. لو العيان الدنيا بتاعتنا في المعقول هيبقى ياخد عادية خالص. وزي ما قلنا نحدد استخدامنا لو العيان عنده الضغط بتاعه على او على طبعا دي بقى ارقام للعيانين اللي هو بتاعنا عامل ازاي? والسيستميك بتاعنا السيستوليك قصد بتاعنا عامل ازاي? الاكزامبل الاخير لنفس العيان. بس الضغط هنا بتاعنا خمسة وتمانين ستين وحرارته تسعة وتلاتين وتمانية من عشر. نفس الحاجات سوري السيفي بي دي على فكرة هي اتنين مش اتناشر هي كتبت غاد. والآي في سي آآ كونجستد زي ما هو والالبومي متاعنا واحد ودينا شوك ثيرابي. عيان ده. انو العيان ده كده بسابتك. بسابتك او. مم. تمام. ده كده ايه? بسابتك شوك. هياخد الابومين ولا مش هياخد. هياخد بسابتك كده. بشرط ان هو يكون في نازل منه. مش شرط انه يكون نورمل ولكن يكون جاي بيرن. لو جاي بيرن نقدر نتعامل معه. هنا العيان ده نبدأ بالوازو بريسر ومعاها مش هنستنى ان احنا نشوف الدنيا عاملة ازاي. شوف حتى بالرغبة ان الضغط بتاعنا عامل ايه? في المعقول. بس العيان ده محتاج عشان تدي له عشان هو اصلا عنده العيان ده انت خاف ان هو يكون في شوك. اه 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 ازا جاريت بتاع الواجهة اصلا. ما انت بتستخدمه عشان ما يحصلش ده? يعني انت بتدي مع الانو ديليترو علشان يوفركم بتاع الانو ديليترو. طبعا دي سكورز احنا طبعا عارفين ان تفرق عن السيبسز والسيبسز يفرق عن اي الانفكشن. الانفكشن في مكان ما. اول ما يدخل معاه سيندروم ده يبقى اسمه كده بقى سيبسز. لما يدخل معانا كده بقى سيبسز. طبعا دي بقى يعني او سوري يعني كريتيريا كبيرة للي حابب يبقى عارف التعامل او التعريفات بتاعة السيبسز. وكلكم اه اسياد العارفين في التعامل مع السيبسز شوك. كلكم اشتغلته اكيد. فاكيد عارفين ان احنا بنبدأ اول بفلود. مرة في التانية الدنيا ما تحسنتش بقى اسمه شوك. بتبدأ بحاجة من الحاجات وعد كده لو الدنيا بتتحسنش بندي الكاتيكولامين شوك اللي هي بتستخدم بعد كده فيما بعد. وبعد كده بقى لو عين برضو ما بتحسنش ساعتها انت العين ده بتشوف هو كولد شوك. ولا وورم شوك. ولو كولد شوك. البيضات برشرة بتاعنا كويس. والبرشرة بتاعنا قليل. وبتدي الحاجات اللي انت بتدي معاها ادرينالين. 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 واللو برشرة بتاعنا لو كان على الورم شوك. ممكن تدي حاجات بقى من الفازو برسورز قوية. زي الفازو برسن. طبعا احنا مش بنقرأ هنا الالجوريثمات. بس قصة ان الالجوريثم ده. كلنا يعني بنطبقه. بس القصة ان احنا هنا ازاي نرتب دماغنا. طب دكتور معايش بس هو في آآ مثلا لو كان ايه القبضة يعني هل نبدأ بالكفاس او بالدقامين ولا النور اد. اللي عندك. لو تدي دقامين بجرعات عالية اللي هي عشر او خمستاشر اما تدي نور ادرينالين بجرعات المعقولة بن اول مية نانو لحد ما تلتمية نانو. انا مسلا في مكان ما من الاماكن مفيش نور ادرينالين. هتطر اسف ان انا ادي الدوبامير على الفاسكولارتوس بتاعته. تفهمت قصة? المهم ان انت ادي حاجة تعملي فازو او حاجة فازو برسور يعني. بس كنت عايزة في الورم والكولد. اللي اتنين من استخدمهم نستخدمهم نور اد ولا. انت بتبدأ بنور اد الاول. انت بتبدأ بنور اد الاول. لقيت ان العين ماشي في سكة الكولد شوك. اللي هو ان العين بقى خلاص العين عمالي ورم يورم 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 بتاع الفلود بتاعه عمالي يزيد. هنا العين ده خلاص ده ماشي في سكة ان هو ايه? ماشي في كولد شوك. بس الساعتها تشهد بقى العين ده ولا نور متنسف. والله لو تبدأ تعلي لو تبدأ تزبط جرعة الادرينالين. وتقلل الفلود بتاعته. وتحاول لقيت ان العين ده عنده ساعتها هتضطر ايه اسف ان انت تدي كمان معنا حاجات تزبط ايه اه ده ان حاجات تدي بقى حاجات من الفلود التانية. لو العين ده عنده ورمشوك. والفلود بتاعه قليل ارفع الفلود زمان تقتر. تمام? كل العين بقى ما متحسنش اكتر من كده. ده العين ده ساعتها للاسف. ده هيحتاج بقى حاجات من اللي هي بيسموها زي كده. حاجات من اللي هي المكان يعني المكان اللي يشتغل على البنايات. تمام? طبعا انا نسبتك شوك دي الادوية اللي بتستخدم فيها زي ما قلنا الدوبامين مجرعات عالية او النور او الادرينالين. وفي نبدأ ابقى ندخل خلاصة كلامنا النهاردة. ان فهمنا الهيموديناميكس. حيخليك تبقى عارف ازاي تتعامل مع العين من ناحية تحديد لنهاني نوع من العين الشوك. ولما تحدد نوع الشوك اللي فيه تقدر تحدد العين ده هو محتاج ايه? هل هو محتاج عشان تزود الكنتراكتيليتي? ولا محتاج كوروناتروب عشان يزود الهارتريت? ولا محتاج حاجة تحسن لي وتعمل فصلة تشعر في نفس الوقت? ولا حاجة ترفع لي والناس اخترعوا الكارديومتري علشان يسهل علينا التحديدات دي. طب الناس اللي ما عندهاش كارديومتري كنا بنقول ان هو يعتمد على يعتمد على يعتمد على يعتمد على يعتمد على يعتمد على علشان يقدر يحدد العين ده عنده ترايكاسبت الجيرج واستمتد بالمون البشر بتاعنا عالي ولا لا? هسمع اسئلتكم قبل ما نقول الكونكلوجن? الكونكلوجن بتاعنا ان التعامل مع العينين دول بيمشي تاتا تاتا. لو انت قدرت تعرف فهو ايه اللي مضروب في العين ده? هتقدر اتحدد ازاي تصلحه. ولما اتحدد ازاي تصلحه تبدأ تزبط الجرعة. ولما تزبط الجرعة هلازم تبقى عارف انا اوصل فين للعين ده? وقت ما يبقى نورمالايزد فين? هلو هيبقى نورمالايزد كأي بي جي? ولا نورمالايزد كبدات بريشر? ولا نورمالايزد كبرفيوجن? ولا كله مع بعضه? ولا اتنين من التلاتة? العين ده السيفي بتاعته تكون بدأت تقل. العين ده السيفي بتاعته تكون بدأت تزيد. واشياء من هزا القبيل. ولازم نحدد ان انت تبقى عارف ازاي تقرأ العين كهيمو ديناميكس في وجود الانوت الكارديومتري وفي غياب الكارديومتري. علشان انت مش في كل عمالك هتشغل فيها هتبقى عندك فيها الكارديومتري ده. يا رب تكون المحاضرة دي كانت سهلة. لازم نبقى عارفين ان انت مفيش حاجة جايزة ليك غير ان العين تحط له بلان وتتحقق. وزي ما كنا متفقين قبل كده ان الهيمو ديناميكس ازاي تفكر فيها كويس عشان اول ما توصل للايديا بتاعتك. هتقدر تحدد بتاعتك. ويا رب تكون القاعدة بتاعتنا النهاردة كانت سهلة. وخلتكم تقدروا تتعاملوا مع الانتروبس اللي تفهموها. شكرا لحضرتكم. شكرا لحضرتكم. ممكن بس علشان الوقت. اللي يحب يسأل يحط الاسئلة على الجروب. محمد حضرتك سمعني? اه سمعك اه سمع. يا رب تكون الدنيا كانت سهلة مراتي. مع التطبيق ان شاء الله تبقى المرة الجاية بازن الله اه يعني نحاول نطبق بقى بازن الله. نعم الحلقة الجاية ان شاء الله كلها اصلا للتطبيق. كلها كيسز علشان نحط من الريل ان شاء الله. علشان نقرب بس اللي هو عليها يعني. تمام. بس بقى ايه عايزين الناس تقرأ لو حضرتين كده اراية يعني متأنية. علشان التطبيق زي ما انتو شفتو كده الحاجات ايه? الحاجة عالشعرة. لو ما ركزت الشوفالتت منك حاجة هتلاقي نفسك دخلت بسكة تاجة. هنستأذن حضرتك بازن الله بس تبعات لنا كالعادة يعني. البديف بحيث ان احنا نحاول ايه? ربنا نسهل يعني نحاول نلم مع اي حاجة. بس ربنا نسهل الكيسز ممكن مع السيناريوز تبتدت اه امور معانا نقدر نطبق يعني ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لدكتور محمد. شكرا جدا. اه معلش معلش دكتور محمد انا كنت بتاعي زي سأل حضرك هو الالبومين بخفيفه زي من عشرين في المية لخمسة في المية. بصلاي. اي يعني زي ما بتحول لجولكوز عشرة لجولكوز خمسة. حول الالبومين عشرين لالبومين خمسة. بخفيفها بصلاي. اه? دكتور معيش طب هو الديفامين كانوا بقولوا ان هو استخدامه في الافطال اللي جدا بصور سادي فتاعته طب اللي بنا نستبدلها بالدوبيوتامين. اه ما هو انت عايز ايه من الدوبامين? لو الدوبامين اخفر انه بيزود الكونتراكتيليتي فقط. ما بعملش اي حاجة تاني. الدوبامين انت ممكن تستفيد منه كفاصل كونستريكتور. ده الدوبامين ما بيقدموش. اه. ككونتراكتيليتي. الدوبامين اه فاصل دا ليتر. الدوبامين ككونتراكتيليتي. اه جميل وزي الفول. بس اريزموجينيك. والدوبامين اريزموجينيك برضو. تمام? بس الدوبامين اكتر من الدوبامين والدوبامين اكتر من الرينوم. فانت هنا شوف انت عايز ايه? وشوف الافلاميليتي اللي عندك ايه? طبعا 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 البيوتامين بيحسن الكابلة رابيل تايم والبركيوشن. ما هو من اللي انت قلت. هو بيزود الكونتراكتيليتي وبيعمل فاصل البركيوشن. تمام. بس هو يعني بدأ التقل اه صورته في النيونيتس. يعني لو انت بتشتغل في حضانة هتلاقينا البيوتامين ده ما بقاش مستحب في النيونيتس قوي زي الباقيين. عشان الاريزم يعني اللي بيعمل. تمامين. تم شوفهم الحضرات اليوم. يلا. يلا. معلش دبطة محمد اخر حاجة. كان اخر مسال في النفروتك. كنت حضرت الكاتب ان هو اللي هو كانت عالي لسيرتين ايه كان السيفي بي قليل جولت ايه واتنين مش اتناشر. والسيرتين لنفس السبب اللي احنا قلنا عليه. ان احنا عايزين فازو بريسور يرفع الضغط شوية والعيان ده عايزة حسنين البرفيوجن كمان. علشان السيبسيز اللي عنده ده. العيان ده كليته مش هتستحمل ندله فازو بريسور بس. تمام. تمام دكتور. اي سيبسيز اصلا كمان بتعمل السابريشن لمايو كارديوم شوية. ماشي بس يقصة ان هنا العيان زي العشكي بقول العيان لازم تبص على حكتو كلها بعضة. مم. تمامين. تمام? شكرا جدا. يا رب نكون افدناكم والمرة الجاية ان شاء الله بقى ايه? وجايين وكل واحد جاي بقى معاشر بالمسكفية علشان ايه? ايه? انا بقى عايزين دمارك عالية. الو? سلام عليك. ايوة? ايوة? ايسأل? سلام عليك. وزكتور المحمد زاحدة. فضل. طيب. وقبلتنا حالة النهاردة يا حالة بريترم اربعة عتين الاسبوع كنتماشى السنو مكنية بريترم ما خدش سربانتور حالكت على سباب الحالة تحسنت وكل حاجة وبقت على ننزل. وفجأة دخلت في سيبسيز. اه فجأة بدأ يبقى سكيلورو درما. اه وانا النهاردة بتاعه مش عايز يعلى. فقلت بص على عليك كده. فلقيت زي كده. فشكت ان ممكن تكون يعني. اه طبعا انا بعتين يا. ماشي. ماشي. يا بعتين لحاجتها دي وخانينا نتنقش فيها بقى يعني دي فيها الكلام كتير دي. طب طبعا يعني دلوقتي ماشيها على اه دوبوتريكس ولا ادخل نور ادي. على حسب الحالة لو ضغط عندك واقع ندي نور ادريني نضغط نفسه نستخدم دوبوتامين. اه هو مش واقع والفونتراكتلتي تحس ان هو كده مش مش بيوصل يعني. هو في الحالة دي الافضل هو اللي هو لو متاح عندك مش متاح يبقى نستخدم دوبوتريكس واحنا مضطرين. لأ مش متاح فعلا. يبقى دوبوتريكس واحنا مضطرين. لان دوبوتريكس ما بيحسنش على عكس بيحسنه. حتى لو ما فيش وما فيش وما فيش وما فيش اي حاجة من دي ادي بريما كور? انما هو في العيانين دول زي ما بيقولك هو بيحسن. طبعا يا طبعا. يعني لو الاهل قابلة بلنهم ممكن يجبوه اه قدي بريما كورو على دوسك. اه. اه دي على على نص وبعد كده ان احنا لو العيان وصل لرسبونس الكويس ندي اننا قصف. طيب اه ابعت اللي حضرتك في. اه ابعطيه لي الحاجة ابعطيه لي. اه لا عفو. نلقاكم على خير ان شاء الله في الحلقة الجاية بامر الله. اه شمع السلام. اه. اه. اه اه JOHN اه. اه 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 type مجاونا العاق frickهكم. اه. اه اشتركوا في القناة